قمة تونس تنعقد والوطن العربي يشهد هزات أمنية وسياسية في بعض بلدانه قمة ينتظر منها إعادة رسم خارطة المواقف العربية الجادة وترح حلول للأذمات السورية والليبية واليمنية وأم القضايا العربية القضية الفلسطينية كلنا أمل بأن ننجح نعي نجاحهم في تقديم كل هذا الدعم لصمود الشعب الفلسطيني هو نجاحهم في تقديم الدعم لذاتهم كلنا سنخسر إذا تخلينا عن القضية الفلسطينية الحكام العرب يجتمعون ملفات ساخنة تطرح ولأكثر من مرة والشعوب العربية تراقب على أمل أن ينجح الحكام العرب في الاستجابة لمطالب شعوبهم بعيدا عن التقاط الصور التذكارية المؤمل هو أن الضغوطات التي يقوم بها المجتمع المدني والمثقفون والإعلاميون للتمسك بثوابت الأمة العربية بما في ذلك درجة قضية فلسطين تمسك برفض احتلال القدس ورفض احتلال الجولان تكون من بين مقررات هذه القمة على الأقل سياسية قمة تونس المنتظرة قد تقطع محالة الإحبات وخيبة الأمل لو نجحت في إصدار قرار يعيد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وأعلاني رفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية ما هو دورها إذا لم يكن جدولة عودة سوريا إلى البلد العربي بضمن هذه القمة المسألة الأخرى التي تفرض نفسها يعني الابتزاز والأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسبق هذه القمة بأيام ليوقع بلفورثنين ويمنح ما لا يملك لمن لا يستحق يأمل الكثيرون أن يسهم هذا اللقاء العربي في تكريس روح الوحدة والعمل العربي المشترك وأن تكون هذه القمة بداية طريق الخروج من الأذمات الخانقة إذا نجحت قمة تونس في حل حالة ملفاتها الساخنة وحققت بعض أهدافها بحسب مراقبين فسوف تشكل من دون شك علامة مذيئة في مسيرة العمل العربي المشترك سميح البغانمي تونس الميادين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة